اشتركوا في القناة ومن العبادات العظيمة العمرة وقد جاء في الحج والعمرة فضائل كثيرة من ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ماذا يعني؟ يعني إنسان لو اعتمر ثم بعد فترة من الزمن اعتمر عمرة أخرى ما بينهما من الذنوب يكفره الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه الذنوب من الصغائر ثم قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة شوف الفضل العظيم إذا حج الإنسان لكن بشرط أن يكون الحج حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها لكن ما معنى الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج الخالي من الإثم والعصيان لذلك أيها الحاج إذا ذهبت إلى بيت الله تبارك وتعالى فعليك أن تبتعد عن كل ما يجرك إلى المعصية ابتعد عن الخصام ابتعد عن المساببة ابتعد عن القذف عن الشتم عن رفع الصوت الذي قد يجرك إلى آفات اللسان فتقع في الغيمة فتقع في الغيبة أو السب أو الشتم أو غير ذلك أو السخرية أو غير ذلك فإذا احفظ حجك من الآثام لتفوز بهذا الأجر قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم الله أكبر الحج يرجعك من الذنوب كيوم ولدتك أمك وجمهور العلماء على أن المراد بذلك الصغائر فإذا أراد الإنسان أن يغفر الله له الكبائر والصغائر فليقرن الحج بالتوبة فما أجمل أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى في موقف عرفة أو في أي منسك من مناسك الحج فيتوب الله تبارك وتعالى عليك فحينئذ تفوز بأن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك من الصغائر ومن الكبائر لكن انتبه للشرق قال من حج فلم يرفث ولم يفسق لم يرفث يعني لم يفعل الأمور التي يكون فيها الشهوة لم يفعل الأمور التي تكون فيها الشهوة كالجماع ومقدماته قال ولم يفسق أي لم يفعل معصية فلابد للإنسان أن يحفظ حجه من الحرام ومن الإثم عن المعصية لكي يفوز بهذا الفضل العظيم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الحج والعمر كالجهاد في سبيل الله لذلك قال للنساء عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر انتبه الحج جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كذلك من فضائر العمرة وخاصة عمرة رمضان هذا الشهر المبارك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجه يعني تخيل بدلا تذهب الآن في الحج وتفعل مناسك تفعل عمرة لكن في شهر رمضان المبارك تفوز بأجر حجه فإن استطعت فلا تبخل على نفسك بهذه العمرة وتابع بين الحج والعمرة فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى عدنا إليكم أيها الأحبة من جديد النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالمتابعة بين الحج والعمرة يعني أن تفعل حجة بعد حجة وعمرة بعد عمرة قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذروب ينفيان الذروب تقدم الكلام لكن ينفيان الفقرة كيف؟ الحاج أو المعتمر يدفع مال ليذهب إلى الحج أو العمرة فالمفروض أن ماله ينزل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الحج والعمرة سبب لذهاب الفقر هذا في ميزان الله لذلك انتبه ميزان الناس في الأموال ليس كميزان الله تبارك وتعالى مثاله الحج والعمرة كما ذكرنا كذلك مثال آخر الربا الإنسان يأخذ فائدة بسبب الربا فالمفروض أن يكون سببا لكثرة ماله والصدقة يدفع المتصدق مالا فالمفترض كما هو في ميزان الناس أن يقل ماله لكن في ميزان الله هل الأمر كذلك؟ اسمع لقول الله تبارك وتعالى قال سبحانه يمحق الله الربا ويربي يعني يكثر الصدقات فإذا ميزان الله في الأموال ليس كميزان الناس ميزان الله هو ميزان البركة في المال هذه البركة لا تحسب بالكثرة والقلة بل تحسب بقدر بركة الله في هذا المال بقدر انفاقك له في وجوه الخيرات وبقدر حرصك من أين اكتسبته وفيما أنفقته من المشاهد العظيمة في الحج مشهد العدل بين الناس والمساوات بين الناس فتجد ملابس الإحرام يلبسها كل الناس سواسية الغني والفقير الشريف والحقير لا فرق بينهم بجنس ولا لغة ولا لون ولا بلد ولا قبيرة ولا جاه ولا منصب كلهم سواسية ليعلمنا هذا المشهد بأنه ليس الميزان في التفاضل بين الناس هذه الأمور إنما ميزان التفاضل عند الله التقوى التي في القلوب ويظهر أثرها على الجوارح إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى ها هنا من المشاهد العظيمة في الحج مشهد لباس الإحرام فالرجال يلبسون إحراما من إزال ورداء لا أكمام فيهما وهذان الإزال والرداء لهم شبه بكثن ميت فكما أن الإحرام ليس فيه أكمام فكثن الميت ليس فيه أكمام وهذا من تذكير الله لعباده من خلال العبادات بلقاء الله تبارك وتعالى ليتذكر الناس ما وقامهم عند الله تبارك وتعالى ولقاءهم بين يدي الله تبارك وتعالى ويتذكرون بأن هذه الدنيا ثانية وأنك سترجع إلى الله فماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى وهذا ليس في الحج فقط في أكثر من مشهد من مشاهد العبادات يذكرون الله بذلك انظر إلى زيارة القبور مثلاً والصلاة على الميت واتباع الجنازة قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فالإنسان ينبغي عليه دائماً أن يتذكر الآخرة وأن يتذكر الموت ليعد للقاء الله تبارك وتعالى جواباً وليستعد لحياته الحقيقية التي ستكون في الآخرة فإن الحياة الآخرة هي الحياة الباقية لذلك قال الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة وليست هذه الحياة الثانية من المشاهد العظيمة في الحج التي ينبغي الوقوف معها مشهد التوحيد جميع الحجاج يلبون فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يتوجهون لرب واحد يخلصون له العبادة فيحرص العبد على هذا المشهد وهو توحيد الله والإخلاص له في جميع عباداته نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته والعمرة إنه على ذلك قدير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة